شدد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية نصر الحريري على عدم إمكانية البدء بعملية دستورية قابلة للتطبيق من دون وجود مرحلة انتقالية توفر بيئة آمنة ومحايدة وأشار الحريري خلال مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول إلى إمكانية المشاركة في العملية الدستورية التي طرحت في مؤتمر سوتيشي في روسيا شريطة أن تكون تحت طائلة الأمم المتحدة وفق ما نص عليه القرار 2254